مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات علوم حياة الأرض مدراسة ودائما في إطار تحليل شجرات النساب في نفس سابق تحليل شجرات النساب لمرض مرتبط بالسبغية الجنسية الآن نقترح دراسة حالة جديدة وهي انتقال مرض وراتي مرتبط بالسبغية اللاجنسية ونعطي المعطاية التالية لدراسة هذه الحالة ونشوفوا الحالة للالبينيزم أو المهق وهو مرض وراتي يعاني المصابون به بين عدم صبغة الجيل بطبيعة الحال مع عمال ذلك مضاعفات على هؤلاء الأشخاص نقترح في هذه الحالة دراسة شجرات النساب التالية وفي هذه شجرات النساب بطبيعة الحال عدنا الأجيال الجيل الأول الجيل الثاني وعطينا الأرقام ديالهم واحد اثنان في الجيل الأول وخمس أفراد في الجيل الثاني وعندنا المفتاح ذكر سليم أنت سليمة ذكر مصاب أنت مصابة السؤال الأول بيّن أن الحل المسؤول على المرض متناحي وهو نفس الأسئلة التي تطرح في جميع المواضيع ثم بيّن أن الموارد المسؤول على المرض مرتبطة بصبغي لا جنسي بطبيعة الحال هنا لا يكون لدينا تحديد هذا الصبغي لا جنسي ثم السؤال الثالث تحدد معللا جوابك مع التعليل الأنماط الوراثي للأفراد واحد واحد لهو هذا واثنان واحد لهو هذا واثنان أربعة لهو هذا نبدأ بالسؤال الأول توضيح أو تبيين أن الحل المسؤول على المرض متناحي نفس الطريقة التي تشاهدها سابقا دائما نمشي إلى الأبوين نأخذ هذه الأبوين ونرى هل بعض الأبناء عندهم مصاب أو غير مصاب إذن عندنا الابن ثلاثة أو البنت ثلاثة والابن أربعة مصابين رغم كون الأبوين سليمين بما أن الابن مثلا نختاره أربعة لملجيل الثاني مصاب رغم كون أبويه سليمين فالاستنتاج لعدنا هو أن الحليل المسؤول عن المرض كيف هو متناحي ومعدناش أي حالة أخرى السؤال الثاني بيين أن المورثة الآن وليس الحليل مرتبط على المرض مرتبط بصبغي لجنسي هنا عندنا واحد شوية للخدمة وهي كالتالي إذا افترضنا أن المورثة المسؤولة على المرض مرتبطة بصبغي جنسي فطبعة حل هذا البنت ثلاثة سيكون نمطه الوريتي يعني حامل للحليلين المتناحيين معا ما ننسوش بأن هذه الأسئلة هي مرتبطة فيما بينها في السابق شنو ندرنا الحليل المسؤول عن المرض كيف هو متناحي ويعطينا الإذم المرض وهو البينيزم فنختار الحرف الأول إذا كان الحليل المتناحي قرر نزوليه هو ممرض بينما الحليل غير ممرض إذا امشنا لهذه البنت ثلاثة نمطه الوريتي إذا افترضنا بأن الصبغي الحامل المورثة هو جنسي فنمطه الوريتي يجب أن يكون ابتطاء وابتطاء هذا إكس ابتطاء طبيعي أن تكون جابتها من الأب ديلها وإكس ابتطاء الثانية جابتها من الأم ديلها إذا كان الأب عنده إكس ابتطاء فيجب أن يكون مصاب هذا ضروري لأنه رغم أن الحليل المتناحي الأب عنده فقط إكس إجراج وعدنا ابتطاء هنا كيبما كان كان سائد أو متنحي فسيظهر المرض لدى الأب وهذا لا تؤكده شجرة النسب إذن بما أن البنت اثنان ثلاثة ما ننسوش بأنه دائما ندير الأجيال الجيل الأول والجيل الثاني مصابة إذا افترضنا أن المورثة محمولة على الصبغي إكس قلنا بأنه يجب أن تكون لديها هذا النمط الوراثي هذا يفرض أن الأب واحد إثنان لعندنا هنا أب الذكر يجب أن يكون مصاباً وهذا يناقض معطيات شجرة النسب عدنا تحليل آخر إلى مشينا بهذا الإبن اللي عنده بطبيعة الحال نمط الوراثي إذا افترضنا بأن المورثة محمولة على أحد الصبغيات الجنسية وسنرقل مثلاً أنها محمولة على إغريغ سيكون عدنا ابتطاء هذا بطبيعة الحال يفرض دائماً أن نفس الأب الذي يخدمنا به سابقاً يجب أن يكون مصاب وهذا لا تضيره شجرة النسب وبالتالي فالمورثة المسؤولة عن المرض غير مرتبطة بالصبغيات الجنسية كي نسيغة أخرى إذا المورثة مرتبطة بالصبغيات اللاجنسية السؤال الثالي تحدد معللاً جوابك هذه الأساسية الأنماط الوراثية للأفراد واحد واحد واثنان واحد واثنان أربعة من نجيب هذه الأفراد من شجرات النسب دائماً قلنا عندنا الجيل الأول والجيل الثاني الآن بالنسبة للفرد الأول اللي قلنا هو الفرد واحد واحد التعليل الثاني هو أن نقوم بعمل المظهر الخارجي نقوم بعمل المظهر الخارجي أولاً نقوم بعمل الأنماط الوراثية المحتملة ونقوم بعمل النمط الوراثي الأكثر احتمال إذا الفرد واحد واحد هو عبارة عن أنت بمعنى الأم ولكن مدام أن المورثة محمولة على صبغيات الجنسية لا يمكن أن يهمنا الجنس الفرد واحد واحد مظهره الخارجي كيف هو غير مرتبطة لماذا؟ لأن الحلل المسؤول على المرض متنحي إذا كان سائداً فهو غير مسؤول على المرض لهذا فالأنماط الوراثية المحتملة ممكن أن تكون جرونطة على جرونطة أو جرونطة على تيطة بطبيعة الحال لا يوجد فرد يمكن أن يكون لديه جزء الأنماط الوراثية واحد فيهم يصحيح ما هو يصحيح؟ فهذا كان لتأكد إذا أخذنا هذا الفرد لديه نمط الوراثي جرونطة على جرونطة فإذا كان نمط الوراثي هو جرونطة على جرونطة وأنجب هذا البنت وهو يصبح نمط الوراثي متريطة على متطبيعة لأن الحلل المسؤول على المرض متنحي لا يمكن لهذا الأب أنه ينجب هذا البنت وبالتالي النمط الوراثي خاطئ و قعدنا %. التي كان وخاص الذي كان عندك كان هذا الفرد هو البنت هذا هو الاحتمال اللي كان لمشينا الان للفرد الموالي اللي هو رجعنا السؤال اثنان واحد الفرد اثنان واحد اذا اثنان كتعني الجيل الثاني وهو الفرد رقم واحد هذا الفرد عنده تعليل ما هو مظهره الخارجي هو اذا نفس الشيء الافتراضات اللي عندنا ممكن ان يكون هذا الفرد نمطه الوراثي على 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 وبالتالي سيكون ساليم او على وسيكون ساليم الى كانت عندنا هذه الحالة فيعتبر وعطينا واحد الرمز اللي وخاص بهذه الحالة اللي دلنا فيه النقطة شنو كتعني بانه ناقل للمرض في هذه الحالة هاد الابن اللي عندنا هنا واحد واحد ما عندناش امكانية لتأكد لان ما ليس له ابنة فالانماط الوراثي المحتملة اما هذا او هذا ويبقوا بجوجبهم صحح ولكن ماشي بجوجبهم عندو فنفس الوقت عندو واحد منهم لكن ما عندناش امكانية ديل تأكد نمشي الى الابن الاخير اللي هو اثنان اربعة اثنان تعني رقم الجيل واربعة تعني رقم الفرد اذا هو هاد الابن الفرد اثنان اربعة كيف هو مظهر الخارجي فالحالة مصاب وبالتالي سهل علينا الخدمة وهي انه مباشرة لا يمكن ان يكون مصابا الا اذا كان يتوفر على الحليلين معا متنحيين اتمنى تكون هذا الفيديو فادكم والتقيم في فيديو مقبلة حسنا